بالمناورات تتحدث إيران السياسة من عمق صحراء سمنان يطلق الحرس الثوري جيلاً جديداً من صوارخه ميدانياً تصيب أهدافها الافتراضية في عمق المحيط الهندي تحاكي استهداف قاعدة عسكرية أيضاً أما سياسياً فتودع رسالتها في بريد واشنطن جهوزية عالية تحرس إيران على مواصلة إظهارها في الأيام الأخيرة لدونالد ترامب تكشف إيران أيضاً عن توجيهها انذاراً لغواصة أمريكية اقتربت من منطقة المناورة في بحر عمان العسكر هنا باختصار يقولون جاهزون للرد والبرنامج الصاروخي خارج المساومات قواتنا على أتم الاستعداد لا ننوي مهاجمة أحد لكننا سنرد على أي اعتداء بقوة وفي وقت قصير وبالبرنامج النووي أيضاً تتحدث إيران السياسة تواصل طهران تقليسها تعهداتها في الاتفاق النووي إنتاج معدن اليورانيوم وهو ما منعت منه حسب الاتفاق النووي لخمسة عشر عاماً يقلق الغرب إضافة لخطوات أخرى منها تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة والتلويح بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي أمريكا يجب أن تفهم بأنه لا تفاوض على ما تم التوصل لاتفاق بشأنه مسبقاً إيران تؤكد على هذا وتقول إنها مستعدة لتنفيذ الاتفاق النووي كاملاً لكنها ستضرب بقوة إذا استهدفت بقلق تريد طهران تمرير آخر أيام ترامب تستبق وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض تجمع أوراقها الرابحة كما تعتقد قبل أي مباحثات متوقعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وستوتر أقليمياً أمنياً وعسكري غير مسبوق تقف طهران بين اتفاق نووي ينازع ومشهد ضبابياً لخطوات منتظرة من إدارة جو بايدن تمسكم بالمواقف من الجميع وتصعيد سيقود برأي مراقبين إما لانفلات الأمور أو لضبطها على طاولة المباحثات حازم كلاس العربي